حياة مش فيه فقه الوضوء وفقه الصلاة وفقه الحج وفقه العمرة كمان فيه فقه عايزين نعيشه وان ربي ولدنا عليه اسمه فقه حب الحياة معناه ايه فقه حب الحياة؟ ان الدين بيقولك املى نفسك بالامل وحب الحياة عشان تنجح وتعمل فلوس وتتجوز وتعيش سعيد وترضي ربنا كمان هو ده مبدأ النهاردة ده مبدأ النهاردة مبدأ النهاردة كده بيقول ايه؟ ما فيه الصدام ما فيه الصدام بين حياتك المعصرة طالما بالحلال وبين الإيمان وبين التدين اعمل الاتنين سوا مش لازم واحدة بس لا تقدر تكسب الاتنين مع بعض التدين الفقه بتاع حب الحياة بيقولك ايه؟ املى قلبك بالامل وبحب الحياة معقول عشان تنجح وتعمل فلوس وتتجوز وتعيش سعيد وترضي ربنا كمان لان ربنا عايزك تحيي الحياة ربنا عايزني احيي الحياة ده مبدأ النهاردة لان البديل ايه؟ البديل اماتت الحياة وبالتالي يروح يفجر نفسه وبعدين نموت احسن ما نعيش احيانا بتكون العيشة في سبيل الله اهم واعظم واكثر ثوابا منك تموت وانت مش عارف انت بتموت ليه لكن بتحيي الارض لله يا طرى ده فكري دنا يا طرى ده هو مفهوم الدين بس انت بتقول الكلام ده والقرآن بيقول على الدنيا انها حاجة وحشة ده القرآن ايات كتير وما الحياة الدنيا الا لعب ولا هو كلامك ده ايه الدليل عليه؟ لا يا جماعة القرآن انصف الدنيا يعني القرآن تكلم على الدنيا حلوة قوي القرآن تكلم وحش على مين؟ على الحياة الدنيا يا سلام ما هي هي؟ لا مش هي هي الدنيا غير الحياة الدنيا لما تقرأ القرآن هتبدأ تفهم لا يمكن تيجي كلمة الدنيا في القرآن الا مقدرة حاجة حلوة رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْصَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِيه دا؟ دا كلها الدنيا جاية حلوة أوي طب ما لإيه المذموم في القرآن؟ المذموم في القرآن الحياة الدنيا يعني إيه؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ليه؟ الحياة الدنيا طريقة غلط في التعامل مع الحياة live style غلط لكن الدنيا ملهاش علاقة الدنيا قاعة الامتحان اللي أنت بتمتحم فيه بتشتم قاعة الامتحان ليه؟ الخطأ أن فيه ناس قعدة في الامتحان بتلعب آه فهمتوا؟ دول اللي القرآن ذموهم قاعت في الامتحان بيغيش قاعت في الامتحان سيب الامتحان وعمال يلعب يعمل الامتحان هيخلص طبعا دول القرآن يقول غلط لكن الدنيا ملهة قاعة الامتحان ملهاش علاقة الدنيا ده مكان اختبارنا حسب حتعمل أنت فيها إيه؟ لكن مكان الاختبار حلو زي الفل وتحبه وتتعامل معاه ده هو ده مجال نجاحك ده هي دي القاعة اللي أنت حتنجح فيها لأدنى كده غير نظريتي للدنيا وبعدين النظرة الحلوة للدنيا جزء من إيمانك وعقدتك أيوة جزء من إيمانك وعقدتك مش ربنا بيقول إني جعلن في الأرض خليفة إزاي يجعلك خليفة على شيء حقير بالعقل مش ربنا بيقول إنا عرضنا الأمانة إزاي يكلفك بأمانة هي ما تسويش شيء حقيرة مش ربنا بيقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني بيقولك ما تنساش نصيبك من الشيء الخقير الذي لا يسوي شيء جماعة الآيات القرآنية بتقول لنا إنجحوا عمروا ابن الدنيا لما يكون ده المفهوم إزاي أنت تفهم حاجة تانية العقل الباطن يا جماعة بيصدق اللي أنت مؤمن بيه وبينفذ بناء على اللي أنت مؤمن بيه أنت مؤمن بإيه متشائم من الدنيا الحقيرة إزاي تنجح يعني ما أنت أكيد حتنجح طب العقل الباطن مؤمن بيه ممتلق بالأمل بحبها لأنها المكان اللي حنجح فيه قاعة الامتحان بتاعتي وربنا قدرها في القرآن يبقى أكيد حتنجح جزء من تخلف المسلمين إن العقل الباطن عندنا أرفان من الدنيا يا عم خلي الغرب ياخد الدنيا وإحنا ناخد الأخرة أبدا ده الدنيا هي طريقنا للأخرة ده لينظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون ورون حتعملوا إيه لما تنزلوا للأرض النبي بيقول حديث جميل أوي بيقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون حلوة خضرة خضرة ده لون الابتهاج على فكرة أكتر لون ذكر في القرآن هو اللون الأخضر إن الدنيا حلوة خضرة دي نظرتك ليها يا رسول الله وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون هي ملهاش دعوة إنت اللي حتتصرف املأ قلبك بالأمل وبحب الدنيا عشان تنجح وعشان ترضي الله تعالوا نكمل بعد الفاصل فقها حب الحياة إزاي تجمع اللي تنسى تجمع بين الإيمان وبين حب الحياة بل إزاي تشوف حب الحياة من الإيمان ما في الصدام ما في الصدام يا شباب ما تخافوش من التدين يا بنات ما تخافوش من التدين يا شباب ده ربنا بيقول لك خد اللي اتنين سوا حب الحياة وامتلق بالأمل وانجح فيها وعمل فلوس واتجوز جوازة حلوة وفي نفس الوقت استمتع بإيمانك لأن انت حتزداد إيمانا وقربنا ربنا وانت ممتلق بحب الحياة مش متشائم حزين تعالوا نطبق الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة نبدأ بيها قول الله له ووجدك عائلا فأغنى في وضوح أكتر من كده النبي كان غني أصوهم زعموا كتير أن النبي كان فقير وأنه هو وفسروا أحاديث غلط وأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط على طول على بطنه حجر من شدة الجوع مرة يوم معركة تعممها على حياته كله وأن النبي كان ليوقت في بيته النار يعني ما بيطبخوش في بيته مرة فترة أول مهاجر للمدينة فترة انتقالية عنده مصاريف كتير بيصرف عليها وأنه هو مات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي أيوة لأن كان فيه جيش طالع وهو بيصرف على الجيش حتى من جيبه خدوا الكلام ده وعمموه النبي عاش فقير إذن فلتعيش الأمة كلها فقيرة مش عايزين فلوس مش عايزين نختني مش عايزين نعيش عيشة كويسة مش صحيح الكلام ده مش صحيح تعالوا نعيش مع النبي لا النبي النبي كان مهتم بالعيشة الكريمة الجميلة أيوة أنا بقول كده كان الجمال مهم جدا في حياة النبي فيها أمل وفيها تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم كان له عباية يقابل بيها الوفود وعباية يصلي بيها الجمعة عارف لما يبقى في دولابك كده لبس مخصوص للمناسبة دي ولبس مخصوص للمناسبة دي النبي كان كده النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنواع من الأكل ويقول أنا بحب كذا وبحب أكل كذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطر ويقول حب بقى إلي من دنياكم الطيب اللي هو العطر كلونيا زي ما أنت بتحط هو يحب أنواع العطور حب بقى إلي من دنياكم الطيب والنساء هو متجوز وبيحب ومبسوط في عيشته مع مراته وجعلت قرة عيني في الصلاة حب الحياة مش معناه أن أنا مش متدين ومش مؤمن أيها بحب الحياة وبحب أصلي قوي هي دي الجمعة اللي لو عرفت تجمعوها يا شباب ويا بنات يبقى فقه حب الحياة دافع للأمام وللنجاح النبي صلى الله عليه وسلم عنده الكوبة واثنين وتلاتة عنده البغلة بتاعته وعنده الجمل بتاعه القصواء وعنده الحصان بتاعه حياة فيها جمال وفيها كرامة وحياة جميلة ويوصي أصحابه نعمة المال الصالح للرجل الصالح النبي اللي أنتو بتقولوا عليه فقير ربنا بيقول عليه غني في القرآن ووجدك عائلا فأغنى وما قالوش وجدك فقيرا لا عائلا يعني عندك عيال كتير محتاج تصرف عليهم هو النبي كان بيصرف على كام عشان تقولولي فقير أنتو نسين النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع زوجات يعني بيصرف على تسع بيوت بولادهم لأن في زوجات للنبي كانوا عندهم أولاد متجوزين ويانهر أبيض بيصرف على تسع بيوت يعني الميزانية كام لا مش بيصرف على تسع بيوت وبس ده فاتح بيته للناس أنت ناسي أنه كانت بيتيجي الوفود من كل الجزيرة العربية تاكل في بيت النبي وتقعد في بيت النبي النبي بيصرف كتير يا جماعة ده فيه فقى حديث أنه هو كان بيجهز لزوجاته ميزانية السنة بالسنة محتاجين السنة دي كام أدي ميزانية السنة دي نبي معه فلوس طب إزاي يعني النبي معه فلوس طب هل النبي كان أصحابه بيساعده لا أنت ناسي أنه أبو بكر الصديق وهم في الهجرة قال له يا رسول الله أنا بهديك الجمل ده اللي حيهاجر عليه قال له بالثمن أدفع ثمنه عشان أخد ثوابه طب مش يمكن عيلته كانت بتصرف عليه لا أنت ناسي الآية بتقول إيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة طب يمكن كان بياخد من فلوس الزكاة لا ده شاف الحسن ابن سيدنا عليه حفيده فبقه طمرة من الصدقة رغم حبه للحسن شالها من بقه وقال له كيخ كيخ نحن لا نأكل طمر الصدقة حتى الطمرة ما نأكلش أكل الصدقة أي ده طب ما للنبي معاه فلوس منين انت ناسي للنبي جاي من عيلة كبيرة انت ناسي للنبي جده عبد المنطلب انت ناسي للنبي وارث عن أبوه أمه بيت فأفخم حتة في مكة قرب الحرم انت ناسي للنبي كان تاجر وبيبيع ويتاجر ويشتري ده قبل ما يبقى نبي لا وبعد ما يبقى نبي وبنص القرآن وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بيمشي في الأسواق يعمل إيه؟ بيتاجر بيبيع ويشتري بيعيبوا على النبي انت بتاجر وانت نبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أيوة بيتاجر وهو نبي ليه؟ علشان يكسب علشان معاه فلوس وبعدين تنسيين ان النبي في المعارك له خمس الغنائم النبي معاه فلوس كون ان هو أنفقها في سبيل الله ما يعنيش ان هو معهوش فلوس تقول لي ربط على بطنه حجر مرة يوم معركة تقوم تحولها لي الحياة النبي يعني انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ النبي يحب الحياة والدين يحب الحياة والإسلام يحب الحياة عشان نعمر عشان الإسلام يعلوه عشان نطلع من السلالم الأمامية بدل مرضينا بالسلالم الخلفية للحياة شكرا